اشتركوا في القناة ما ستشاهده وتسمعه في هذا الفيديو سوف يثير دهشتك لأن هذه المعلومات ظلت مغيبة عن الشارع الإسلامي فترة طويلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد السادس مرة بن كعب كما يلتقي نسب أبي بكر مع رسول الله من جهة أمه سلمة بن تصخر في مرة الجد السادس لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما استمرت المصاهرة بين أبناء وأحفاد الخلفاء الراشدين ركزوا معي تزوج محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب تزوج بأم مروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وأمها هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وولدت له جعفر الصادق وكان جعفر رضي الله عنه يعتز بخؤولة آل أبي بكر الصديق ويقول ولدت من أبي بكر مرتين وبعد وفاة أبي بكر عن زوجته وبعد انقضاء عدتها تزوجها علي بن أبي طالب وكفل عنده في بيته محمد بن أبي بكر الصديق ورباه وكان يقول محمد ابني من ظهر أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلتقي مع رسول الله في كعب بن لؤي ويلتقي مع أبي بكر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في كعب بن لؤي وهو الجد السابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يلتقي نسب عمر بن الخطاب من جهة الأم في الجد السابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه نسب الخليفة عثمان بن عفان يلتقي مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الثالث عبد مناف ويلتقي نسبه كذلك مع النبي عليه السلام من جهة الأم في عبد مناف نفسه فأمه أروى جدها الثالث عبد مناف كما أن جدته من جهة الأم هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أيضا عمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا والجدير بالذكر أن ثلاثة من أبناء سيدنا عثمان تزوجوا حفيدات سيدنا علي بن أبي طالب فقد تزوج أبان بن عثمان بن عفان أم كلثوم بنت جعفر الصادق وتزوج عبد الله بن عثمان بن عفان فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب وتزوج زيد بن عمر بن عثمان بن عفان سكينا بنت الحسين بن علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقرب الصحابة من الخلفاء الراشدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عمه علي بن أبي طالب وأبو طالب هو شقيق عبد الله والد الرسول فيلتقي علي بن أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتقي نسبه من جهة الأم مع رسول الله في هاشم الجد الثاني لرسول الله فأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبدي مناف أما المصاهرة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فهي تعضد عمود النسب الواحد فكلهم صاهروا رسول الله أبو بكر يزوج ابنته عائشة أم المؤمنين لرسول الله وهي أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب يزوج ابنته حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر كذلك تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأمها فاطمة الزهراء وأنجبت أم كلثوم لعمر بن الخطاب ابنه زيدا وابنته رقية فعمر كذلك صهر لعلي بن أبي طالب وكان ابنه زيد يفتخر بهذه المصاهرة فيقول أنا ابن الخليفتين عمر وعلي أما عثمان بن عفان ذو النورين فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته رقية وبعد وفاتها زوجه أختها أم كلثوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت لنا ثالثة بعد وفات أم كلثوم لزوجناها عثمان أما علي بن أبي طالب فقد زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة الزهراء فولدت له سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين هذه العلاقات الحميمة من النسب والمصاهرة بين الخلفاء الراشدين أنفسهم وبينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم تعبر بجلاء عن المحبة والمودة فيما بينهم وهي رد مقنع على من أراد أن يشوش علاقة المحبة بين الصحابة والتابعين وأهل البيت النبوي وإضافة على ذلك نجد تسمية أولادهم وأحفادهم بأسماء بعضهم بعضا وهو دليل آخر على محبتهم لبعضهم فالإنسان يسمي أبنائه بأسماء من يحبهم وليس من يكرههم علي بن أبي طالب سمى أبنائه أبا بكر وعمر وعثمان كما سمى الحسن والحسين ابنيهما أبا بكر وسمى موسى القاظم بن جعفر الصادق ابنته عائشة فهل بعد هذه المحبة والمودة محبة؟ ترجمة نانسي قنقر